موسيقى اشتركوا في القناة عودة الى سؤالك 60 خصوص التدريب تتبع المدرية العامة لقوات الدرك استراتيجية شاملة بالتدريب فالعملية التدريبية يتم اختيارها والتوافق عليها ومتابعتها من اعلى المستويات بالمدرية العامة لقوات الدرك لتحقيق الاهداف المرجوة ووضع البرامج والية مناسبة للتدريب اختيار المدربين والمتدربين وايضا تحقيق الاهداف المرجوة بفاعلية وبأقل جهد ممكن تبدأ العملية التدريبية من لحظة اختيار المنسبين لانضمام لقوات الدرك بعد أن يتم طبعا اختيارهم ضمن شروط محددة من النواحي الصحية والبذنية والأمنية وأيضا التوزيع الجغرافي ويتم اخضعهم إلى ثلاث مراحل تدريبية المرحلة الأولة هي مرحلة التدريب التأسيسي هذه المرحلة تمتد لمدة ستة أشهر يتلقى المشاركون خلالها العديد من المواضيع التدريبية من اللياقة البدنية المشاة الأسلحة الضبط والربط العسكري الرمايات أيضا قانون قوات الدرك والعديد من المواضيع اللي ممكن تهمهم بهذه المرحلة حال انتهاء هذه المرحلة اللي تمتد لستة أشهر يتم اشراكهم بالمرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب الفردي وهذه المرحلة تنقسم إلى نوعين مرحلة التدريب التخصصي ومرحلة التدريب العام مرحلة التدريب التخصصي عن طريق اشراكهم بالعديد من الدورات ضمن معاهد ومدارس قوات الدرك من هذه الدورات التخصصية اللي بتهمنا في مجال عملنا حفظ النظام المهارات والقتال في المناطق المبنية الصاعقة أيضا دورات الدفاع عن النفس الكثيرة مثل السيجال، التايكواندو، الكراتية، الجوذو وأيضا يتم اخضاعهم لدورات بالقوانين الخصوصية وقانون احترام حقوق الإنسان وضبط النفس واحترام المواطن وكرامة المواطن وعدم الانفعال أثناء الواجبات وتنفيذ الواجبات بشكل قام التدريب العام طبعا هذا يمتد ويستمر خلال سنة تدريبية كاملة عن طريق البرامج اليومية المعدة ضمن الوحدات اللي رايحين يدوموا بها أولئك المتدربين وأيضا البرامج اليومية، الرياضة الصباحية، الرياضة المسائية، التفتشات الأمنية من اختبارات لياقة بدنية رمايات وكفاءة بين الحين والآخر وأيضا الندوات والمحاضرات بشكل عام النوع الثالثة والمرحلة الثالثة من مراحل التدريب يخضع المتدربين فيها اللي هي مرحلة التدريب الجماعي وهذه المرحلة يتم تدريبهم على سيناريوهات مختلفة للعملية المتوقعة اللي ممكن أنهم بنفتوها وبتكون على شكل مجموعات على مستوى جماعة، على مستوى فصيل، على مستوى سرية وعلى مستوى كتيبة حال الانتهاء من هذه العملية التدريبية يتم أيضا إشراكهم بدورات تأهيلية فهناك خطة بالمدرية العامة لقوات الدرك لتأهيل أفرادنا وضباط صفنا وضباطنا بدورات بين أثناء ترفيعهم من رتبة إلى أخرى بإشراكهم بالعديد من الدورات اللي ممكن إنها بتحمنا كقوات الدرك لا ننسى أن السمعة اللي تتمتع بيها قوات الدرك تستقطب العديد من المتدربين والمشاركين من الأجهزة الأمنية الأخرى القوات المسلحة وأيضا من الدول الصديقة والدول الشفية شكرا للمشاهدة